الجميع هنا يحبس الأنفاس في انتظار ما قد سيحدث بعد انقضاء المهلة التي حددتها بغتاد لانسحاب البيشمرقة من مواقعها في محيط كاركوك ألوية من القوات الكردية الخاصة المسمات بالمطرقة الجاهزة عززت مواقعها غربي كاركوك بالقرب من حقول بيحسن البترولية فيما جدد قائد هذا المحور جاهزية قوته لصد ما وصفه بأي عدوان من جانب ميليشيات الحشد الشعبي أو القوات العراقية على الحشد أن يدرك جيدا بأنه سيواجه من جانبنا برد عنيف إذا حاول الدخول إلى كردستان نؤكد مجددا أن البشمرقة لن تخلي مواقعها مهما كان الثمن لن نكترث إطلاقا بالتهديدات التي تطلقها بغداد ولو اندلع القتال فسوف تهتز مواقع وعروش المسؤولين في بغداد البشمرقة تقول إنها تحسبت لمثل هذه المواجهة مع حلفاء الأمس منذ حربها ضد داعش قبل ثلاث سنوات واتخذت كل التدابير اللازمة لخوض ما تسميه بالمنازلة الحاسمة قواتنا الخاصة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي تهديد من جانب الميليشيات وبمعنويات عالية جدا وما يتوفر لدينا من أسلحة قادرة على دحر أي هجوم محتمل جنوبا في توس خرماتو هاجم مسلحون من ميليشيا الحشد فجر السبت مقرين لأحد الأحزاب الكردية وانتهت الاشتباكات بمقتل ستة من المهاجمين وإصابة ستة من حراس المقرين دون تدخل البشمرقة قيادة البشمرقة تقول إنها متمسكة بالسلم والحوار حتى الرمق الأخير لكن أي اشتياح عسكري لمواقعها في كاركوك ومحيطها سيجابه برد عنيف على حد قول قادتها الميدانيين هو عزيز سكاي نيوز عربية محور غرب كاركوك اشتركوا في القناة